إذن لدينا جسم بكتلة M تمام ومربوط بحبل ويعمل إذن حركة دائرية على المستوى العمودي المطلوب إذن قيمة التنشن في هذا النقطة هذه يعني عندما يكون في النقطة الأعلى نلاحظ أيضا أنه في الجملة الأولى من التمرين إذن من الواضح أن السرعة V ثابتة وليست متغيرة ليس هناك أي معلومة على هذا النقطة هذه ولكن التمرين هذا نتيجته لن تتغير فالنقطة هذه تحديدا لن تتغير إذا كانت السرعة متغيرة إذا كانت سبيد متغيرة إذن في النقطة الأعلى the top of the loop إذن ممكن نكتب إذن قانون نيوتون على الشكل التالي واللي هو هذا شايفين الفري بادي داياجرام هو عبارة عن قوتين إلى الأسفل عموديتين إلى الأسفل التنشن في اتجاه الحبل بالطبع وW في الاتجاه الجاذبية يعني مركز الأرض W وW زائد T يساوي MAC وعندما نعمل الprojection إذن Y موجب إلى الأعلى إذن minus MG minus T يساوي minus MV تربيع على R ونستخرج أن T سوف تساوي حتما MV تربيع على R ناقص MG ترجمة نانسي قنقر